فتحت البوابات على بركة الله مشاهدين الكرام لتنافس الأفراس المستوردة عمر ثلاث سنوات فأكثر التي لم تربح وكذلك التي ربحت من سباق إلى ثلاثة سباقات للتنافس على جائزة النادي التقديرية والبالغة 66 ألف ريال على مسافة إلى 1400 متر تبدأ لانطلاق أضواء هلا من الخارج إلى أن تحتقيات الخيال مراد الغابري في صدارة هذا الشوط أضواء هلا في المركز الأول وتأتي إلى المرتبة الثانية زينة حمود في المرتبة الثانية محاولات بقية الأفراس تحسين مواقع مع هذه الانطلاق نسمات إيرلندا تأتي إلى المرتبة الثالثة محاولات أيضا من أغلى جواهر للتقدم للمرتبة الثالثة محاولات أيضا من نشوة فوز المرتبة الرابعة الأفراس تجتاز علامة الثمامية تبدأ مراحل الحاسم في هذه اللحظات والدخول يأتي إلى من زينة حمود في المرتبة الأولى من الداخل وأغلى جواهر من الخارج يبدأ التنافس مع بداية الخط المستقيم الآن أغلى جواهر تنتز عن الصدارة في هذه اللحظات المرتبة الأولى تتقدم تأتي تحدي للمرتبة الثانية أغلى جواهر في المركز الأول الآن تقدم لأغلى جواهر ومحاولات للتقدم الآن من قبل تحدي في المرتبة الثانية الدخول يأتي أيضا من بصمة غلا وتحدي تحسم والمركز الأول في أول ظهور في الميدان السعودي